اشتركوا في القناة في مختلف المسابقات منذ بداية موسم 2018-19 بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى واشارت الشبكة لانه لا يتفوق على بنزيمة سوى البولندي روبارت ليفندوفسكي مهاجم بايراني ميونيخ بثمانية وعشرين هدفا في سياق المتصل ذكرت شبكة أوبيتا انه بمشاركة الفرنسي رفايل فاران كاساسي ضد بلباو اصبح الفرنسي اكثر من شارك كاساسي مع الملك تحت قيادة زيدان بمئتي مرة واوضحت ان الفرنسي كاريم بنزيمة مهاجم الفريق هو ثاني اكثر من شارك كاساسي بمئة وثمانية عشر مرة بينما يأتي الالماني تونيكروس في المركز الثالث بمئة وستة عشر مرة اكد كاريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والذي سجل ثنائية في انتصار فريقه على اتتك بلباو ان فريقه على الطريق الصحيح بعد تحقيق الفوز الرابع على توالب الليجة ودور الابطال وقال النجم الفرنسي عقب المباراة لقد كانت مواجهة صعبة امام خصم قوي واضاف نحن على الطريق الصحيح نعمل سويا كمجموعة ونسجل اهدافا ولا نستقبل علينا ان نفكر في كل مباراة بمفردها وكلها بمثابة نهائي وثلاث نقاط وزاد ما يحدث نتاج للعمل والصبر نحن اقوى بهذه العناصر علينا ان نكون هادئين وننتظر اللحظة المناسبة للتسجيل الجميع بحالة بدنية جيدة جدا لا توجد مباريات سهلة وكل يوم هو صعب نحن هنا داخل النادي الاعظم في العالم وعلينا الفوز بالمباريات المهمة كهذه كشفت صحيفة موندو دي بورتيفو عن انجاز رائع ينتظر ارجنتنيلون الميسي قائد برشلونة في حال تسجيله في شباك ريال سوسيداد وبحسب الصحيفة فان ميسي على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الاسطورة البرازيلي بيلي كافضل هداف في التاريخ مع نادي واحد واضحت الصحيفة ان بيلي سجل 643 هدفا بقميص سانتوس بينما سجل ميسي 642 هدفا حتى الان ما برشلونة اولهم كان يوم الاول من مايو 2005 في شباك البا سيتي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما وبدأ ميسي هذا الموسم في جعبته 634 هدفا قبل ان يسجل ثمانية اهداف خمسة منها في الليجة وثلاثة في دور الابطال وجهت اهداف ميسي ال 643 في 744 مباراة بقميص برشلونة بينما سجل بيلي اهدافه 643 في 757 مباراة مع سانتوس يشعر بابلو زابالتا لاعب منشستر سيتي السابق بالقلق حيال مستقبل مواطنه ليوني الميسي قائد برشلونة والذي يخوض فيما يبدو موسمه الاخير مع الفريق الكاتلوني وقال زابالتا منشستر سيتي هو افضل مكان لميسي انه لامر محزن ان نراه في وضعه الحالي لم اتخيل ابدا انه سيغادر برشلونة وتابع البرسا لا يقدم مستويات جيدة ويبدو كما لو انهم لا يستمتعون بكرة القدم وواصل سنرى ما سيحدث مع ميسي في نهاية الموسم لديه صديق مقرب في منشستر سيتي وهو سيرخيو اغويرو كما عمل مع بيب جوارديولا من قبل في برشلونة واضاف انهم يعرفون بعضهم البعض جيدا كما سينسجم مع طريقة لعب الفريق بسهولة اذا قرر ميسي الرحيل عن برشلونة واللعب في بلد مختلف فان الستي بالطبع فريق يمكنه الانضمام اليها يسعى ليفربولا للتعاقد مع ايريك جارسيا احد ابرز اهداف برشلونة في الصيف المقبل بحسب صحيفة سبورت ويرغب برشلونة في التعاقد مع المدافع الاسباني في منشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد محاولة فاشلة لضمه في الصيف الماضي لكن تمسك السيتي بلعبه قد يؤجل الصفقة الى ما بعد الموسم الجاري حيث سينتهي حينها عقد جارسيا مع النادي الانجليزي وبحسب الصحيفة فان ليفربول وضع عينه على جارسيا لضمه خلال المريكات الصيفي المقبل بعدما تعرض حامل لقب البريمير ليج لضربات قوية هذا الموسم باصابة مدافعيه فيرجل فاندايك وجو جوميز ليضطر المدرب يورجن كلوب للاعتماد على بعض الشباب ويرى ليفربول ناغارسيا تمتع بإمكانات جيدة كما يمتلك خبرة اللعب في البريمير ليج والمسابقات الأوروبية كما سينضم في صفقة انتقال حر وأبرزت الصحيفة ناغارسيا لا ينوي تجديد عقده مع سيتي بحثا عن فرصة أكبر للعب لذا من المتوقع أن تشهد المنافسة على ضمه صراعا قويا بين ليفربول وبرشلونة يشعر أولي جونار سولشير المدير الفني لماشستر يونايتد بالغضب من تصريح بين رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوكبا بأن الأخير قد يغادر أولد ترافورد في يناير المقبل وبحسب صحيفة ميرور فإن غضب سولشير سببه توقيت تصريحات رايولا والتي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيك في دور أبطال أوروبا والتي فاز فيها الأخير ليودع اليونايتد البطولة ما وضع المدرب تحت ضغط أكبر وتراجع رايولا بعدها على تصريحاته وقال إنه من المرجح رحيل اللاعف في الصيف ومع ذلك قالت الصحيفة أن اليونايتد غير موقفه تماما ويسعى الآن لبيع بوكبا خلال المريكات الشتوي المقبل وأكدت أن سولشير غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف وطالب إدارة النادي باغتنام أي فرصة للتخلص من الدولي الفرنسي في يناير قال جوزي مورينيو مدرب توتنهام إن مهاجمه هيونج من سون يرغب في نهاء مسيرته في النادي لكن المحادثات حول تجديد عقده تأثرت بجائحة كورونا ويقدم السون مستوى رائع هذا الموسم وسجل 13 هدفا في 21 مباراة بجميع المسابقات وينتهي عقده الحالي مع توتنهام في يونيو 2023 وحين سئل عن موقف عقد السون قال مورينو إنه كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة وتابع كيف يمكن أن توقع عقدا جديدا مع لاعب لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل لا نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم عقد أفضل من الحال لللاعب أثق في سوني ورئيس توتنهام دانيال ليفي وأضاف أعرف أن الاثنين رغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكنا أرى مستقبل سوني هنا لكن لا أضغط من أجل حدوث أي شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة كشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين انتر ميلان وأتالنتا في المريكات الشتوي المقبل ويسعى الأرجنتيني أليخاندرو جوميز باب قائد أتالنتا إلى مغادرة الفريق بعد توتر علاقته بالمدير الفني جاس باريني وحاول النصر السعودي ضم جوميز في المريكات الصيفية الماضي إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في صفوف النادي الإيطالي بحسب الصحيفة فإن جوميز لا يريد الابتعاد كثيرا عن الكالتشيو في الوقت الذي يتلقى فيه عروضا ضخمة من أمريكا وقطر وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد يناير المقبل صراعا قويا على ضمه من قبل قطبي ميلانو انتر وميلان ومع ذلك أشرت الصحيفة لأن الانتر قد يكون الأقرب لضمه لأنه سيعرض الدنماركي كريستين إريكسن في صفقة تبادلية لأن المشكلة التي يمكن أن تواجه الصفقة هي راتب إريكسن الذي يصل إلى سبعة فارزة خمسة مليون يورو وهو رقم يتجاوز أجور أتالنتا المعتادة كشفت صحيفة بلد أن بايران ميونيخ لن يقوم بأي تحركات في المريكات الشتوي وأفدت بأن مسؤولي النادي يرون أن القائمة الحالية ليست بحاجة لمزيد من التعزيزات لأسيما في ظل امتلاك الفريق لمجموعة من المواهب الشابة وقرر البايران التعويل على المواهب الصاعدة أمثال جمال موسيالة وذلك بعدما بدأ في المشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم كما من المتوقع أن يحصل الثنائي جوشوا زيركيزي وكريس ريتشاردز على فرصة اللاعب بشكل أكبر في الفترة المقبلة ويملك البايران أيضا العديد من اللاعبين المميزين ممن لا يشاركون بصفة أساسية أمثال إريك تشوبوموتينغ، بوناسار، مارك روكا، تياغو تانتاس، وتانجي نيانزو عزيزي متابقناة عرب جول هل تتوقع انتقال ميسي لمانشستر سيتي؟ شاركنا برأيك شكرا